يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره أن إخبار الله أن النجوم زينت فيها السماء والدنيا بمصابيح أن هذا لا ينافي أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة فهذا هو على مالك فلا من الفلكيين لكن ما عليك ذلك الظاهر من القرآن أن النجوم كلها والشمس والقمر كلها في السماوات الدنيا الأول ظاهر من إدعى أنها متفرقة في السماوات وأن السماوات شفافة وأن الشمس في السماء الرابعة وزحل والمريخ وإلى آخر هذا لا يحتاج إلى جديد إنما هو أقوال الفلكيين نعم